أهلا بكم من جديد أحبطت القوات العراقية المشتركة اليوم محاولة تسلل لعناصر داعش على مقر عسكري في منطقة الجريش شمال الرمادي ما أسفر عن مقتل العديد من المسلحين فيما صدت هجوما آخر بتكريت أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه يتطلع إلى تصويت مجلس النواب بأسرع وقت على التعديل الوزاري الجديد داعينا البرلمان إلى عقد جلسة فورية لتجاوز العقبات والمساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجهها البلاد وقال العبادي أن الحرب ضد تنظيم داعش إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق تتطلب توحيد الجهود لتجاوزها وتخليص العراقيين من تبعاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تبذل جهودا ومساعي متواصلة لدعم الاقتصاد نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية من جهة أخرى وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى بغداد حيث يبحث مع المسؤولين العراقيين التعاون العسكري ضد تنظيم داعش ميدانيا وفي محافظة الأنبار أحبطت القوات المشتركة هجوم لتنظيم داعش في منطقة البوذياب وتمكنت من تطهير طريق البعيث الفراج وأصفرت المواجهات عن مقتل عدد من المسلحين